موسيقى للقيمات او لقمة القاضي رح نحتاج لثلاث اكواب من لطحين ثلاث معالق كبيرة حليب بودرة ربع كوب نشا من الكسيح معلقتين كبار سكر شعبان معلقتين كبار زيت شعبان و معلقة كبيرة خميرة معلقة كبيرة هيل رشة قرفة وكمان رح نحتاج للقطر ثلاث اكواب سكر شعبان عصرة للمون وكوب ونص مي اما للتزيين رح نحتاج شوكولاتة داكنة او شوكولاتة دايبة وحلاوة الكسيح الدهن نحكي عن الفرق بين العوامي بين القيمات بين لقمة القاضي كلها عفكرة نفسها ولكن اسم مختلف هاي اول اشي تمام سواء بس احنا بالخليج بنسميها القيمات ومنحط عليها النكهة العربية اللي هي ارفة او هيل او زعفران تمام هذا الاختلاف الكتير بسيط والاختلاف الثاني فيها حليب اوكي احنا بالعادة بس نعجن العوامي ايش العوامي تبعتها تبعتنا عجنتها بتكون عبارة عن طحين حطينا عليها نشا وتقدروا تحطي معلقتين زيت وخميرة وسكر وتعجنيها بالمي تمام العجينة نفسها بس ضفنا عليها شوي حليب وضفنا عليها المنكهات العربية تصير معنا القيمات كمان اشي تاني فيه ناس بحطوها بالقطر والقطر لازم يكون منكه يعني القطر اللي بنا نعمله ثلاث كاسات سكر كاس ونصف مي وعليهم عصرة ليمون وعليهم معلقة هيل اذا بالهيل معلقة زعفران اذا بالزعفران معلقة ارفة اذا بالقرفة اوكي فالقطر بيكون منكه والعجينة بتكون منكهة طريقة تحضيرها كتير سهلة كتير بسيطة عندي النطحين معلقة من الخميرة رح اضيف هيل اذا زعفران موجود عندكم بيكون ممتاز مش موجود ما في داعي بس هي بالخليج طبعا كتير بيستخدموا الزعفران انا رح احط هيل وقرفة رح احط من سكر شعبان عشان الخميرة طبعا وعندي من لونة رح استخدم الحليب وعندي نشا من الكسيح هلا النشا كتير مهم بالعوامة سواء العوامة تبعتنا او اللقمة القاضي او القيمات الخليجية بيساعد على انه القرش الضل موجودة احنا هيك وصفتنا صارت جاهزة منا نجيب مي العجين انا عندي بس الزيت كتير سخن بس بدي ارفعه هو ما بدك اياه يكون كتير حامي لا احبدي اياه يكون حامي بس هلا احمي كتير اه احمي زيادة اوكي رح نقيم بس كل هدولة من حوالي نبلش ناخد مي دافية وننخلطها مع بعض المي شمالها دافية هلا احنا شو اتفقنا بالعجينة بشكل عام انه العجينة عندي مثلا اربع كاسات من الطحين بيأخذوا كاستين من المي ولكن بعجينة العوامة من نزيد شوية مي لانه العجينة ما بتكون عجينة متماسكة بيسموها عجينة لينة صح بتكون لينة زي ما انتو هلا شفتوا اللي انا عملتو هلا برجيكم بس انا السؤال القوي واللي عم بستنى هلا تعمليه هو كيف بدهم يطلعوا مدورين هلا برجيهم بطلعوا معاي اشكال الوعامة انتي ما كنتي لما عملت العوامة وعمولي معلم عوامة طبعا نبيني وبيل معلم العوامة سنين لان انا بقلي بايدي برجي احط لكيس حلواني واقص بالمأس صراحة حسيتها ولا كيس ولا ايش انا بالمعلقة اعملها او انا نفس الاشي اه بس هلا بدي اشوف انا بطلع معاي اشكال واحيوانات وهيك يعني اشكال غريبة عجيبة ما تحوي التعويد بتصفي الواحد ايش بتعود تمام اتفقنا ايش حطينا هون للقيمات اسمعوا لزيزة والشكل التاني من القيمات اللي بيختلف عننا مش الكل بيأكلها باطر صح انا بيأكلوها بشوكولاته بناس بيأكلوها بلوتس فيناس بيأكلوها بشوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه فيناس بطخينية اليوم بدينا عمله لهم مياه بحلاوه مي بالمي وفيناس بيأكلوهها بالدبس تمام يحطو عليها دبس طب انتي كيف تحبيها اكتر اشي عينالا عوامتنا التقليدية جدا او بجوز الانسان سبحان الله بتعود فهي هي العجينة تمام 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 عجينة لينة اتفقنا بدنا نتركها تخمر تقريبا ساعة ونطلع منها الهواء وبعدين نبلش نستخدمها تمام هيك صارت عجين تيجا طيب سهير عم تحكي لك بحط بطاطا مسلوقة مع العوامة وبحط جوز هند مع العجينة بزبط بزبط عفكرة بحبة البطاطا المسلوقة اهرسوها وحطوها نفس مقدار النشا يعني هي بتعمل نفس شغل النشا عشان طلعها كنشي اه اوكي فهي بتعمل نفس شغل النشا تمام طب لما تحط بطاطا تحط بطاطا ونشا ولا تستغني عن النشا لا خلاص هي بطاطا يا نشا حط البطاطا ما في داعي للنشا هي الفكرة النشا زي ما حكينا بساعد انه يخليها كرنشي اوكي تمام العجينة بنا نتركها ترتاح حكينا ساعة الجو كتير دافي يعني كتير حر هاي الفترة بتقدروا تحطوها تقريبا 45 دقية عندي زيت نشا عضان وبعدين اهم اشي لما نطلع هنحركها لحتى نقيم منها كل الهواء ايب بدنا ناخد ايش هو القطر هذا الزيت لا بعرف بس اصلي بعدين القطر ايه القطر بدنا نحط عليه رشة هيل رشة ارفة اذا كان بالزعفرة بنحط زعفرة على اوكي تمام اتفقنا اذا هي نفسها ولكن اختلاف بسيط جدا بالعجينة اللي هو حتى بحطوا معلقتين زيت او انا حطتلكم اياها بالمأدير بس لو ما حطتوه هم ما راح تفرق هاي هي عجينتي بعد ما خمرت شوفهم احلاها ليندا عم تحكي لك شاف امتياز بتسهل كل شي صعب مية بالمية ما في ايش عنا صعب كل ايش بيتطبق وكل ايش سهل وكل ايش بينعمل بالبيت صراحة اسمع انا ضد فكرة انه ما في ايش بنقدر نعمله ما في ايش سهل يعني لما عملت الملبن يعني كتير بشكرهم من قلبي على الكلام الحلو يعني حلقة العناب كتير كتير وصلني كلام حلو بعديها وكتير ستات كبار وكتير بكون فخورة لما تبعت لي ستة كبيرة انه انا تعلمت منك او انا عرفت الوصفة منك او هيك كتير حلو لما قالوا لي الملبن بنعمل بالبيت بهالقدة سهولة ومتعودين نحط عليه الحوار ومتعودين عليه كزا وعن جد كتير ذاتي فالحياة كتير سهلة كتير سهلة بس طلعي كيف العجينة عندي كتير حلوة شوفي كيف رح سيرو دوائر يا سلام ولانه عجينتي ممتازة هني عم بتشكلوا دوائر وانا كتير سهل هلا انا مش معلم عوامة وانا معلم القيمات ولا اشي بس بحاول كتير انه بالبيت اعمل كل اشي فالواحد بصير شغلة تعويض فقط صح مية بالمية ايدك ابتخذ على الموضوع مية بالمية شكل كتير بتعملي العوامة بالصراحة احنا بالبيت كتير منحبها والولاد بيحبوها القيمات مش زي عوامة لانه بيجي معها شوكولاتة زي ما حكينا صح تمام مع انه يعني شوف امتياز مش صحبة كتير مع الحلو هي من شمحة الموالح والطبايخ وهيك اه يما شو بعشاء الطبايخ بس احبت اعمل حلو اه بس الصراحة انا وانا صغيرة بلشت اتعلم من الحلو اوكي يعني بلشت الموهبة في كيك احرق و اكيبوه اه بالضبط انا هاد اسألك قدي كان عملك لما بلشتي بالمطبخ و تحبين طبس صغيرة كنت صف سادس واو انه الله يرحمها والتي كانت تشتغلي اه فحبوا ان يدخلوا على المطبخ و يساعدوا و يعملوا فون اسمعي نقع الرز ساوي كذا و هيك هذا لابد منه مية بالمية طيب نرجع نذكر كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا و انضمونا هلا انه مش ضايل معاكم كتير وقت اذا لسه ما شاركتوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك كثبوا من مشاركتكم لحتى تربحوا معنا بنهاية الحلقة اول جائزة رح تكون غريل اما الجائزة التانية فى رح تكون عبارة عن باكيج مقدم من برنامج ابهار ونار قدي بدهم وقت عنا لا اشي انا زيت غزير اهم اشي يكون طبعا درجيكم عشان دالة قالتلي عن تدوير كيف بطلع معاكم مدورين ما بعرف احكيلك انا ما بستخدم ايدي انا بستخدم معلقتين وبصير انزل اتخيلي اعمل هاي المرمو اه اتخيلي لا 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 هاي اللي انت في شان هيك بطلع معاكم اشكال اعرفتين لا لا هيك بطلعوا مدورين وحلوين كل حبب حبتها والله مين فيكم يصير معلم عوامة ولا حدا كلهم ساكتوا ولا حدا كله ساكت كله بس بديوا يأكل فيه عندنا معلم ليش ننسي المعلمين خلص هي انشي معلمتنا انا اكتر اشي بتذكروا بالعوامة ما الواحد بكونش كتير هالعدي شاطر هو صغير كنت بالجامعة اه والله اذا معاي بالجامعة كلهم بحضروني فكلهم بتذكروني المهم فعملت عوامة بدي ااخد انا كنت دارسة علم نفس فكان عنا مشروع تخرج انه نروح على مركز الوطن للطب النفسي ونعمل علاج باشي فانا اخترت العلاج بالاكل فكان بدي اعمل عوامة قالوا ااخدها معاي روح زي الشطورة عملت عجينة عوامة كل شيء وقاليتها وفقعت فيي بس لما فقعت انه بعرفش شو اللي صار ما حركتيها شكلك مش عارفش شو اللي صار انه كل ايدي نحرقات فغيبت اسبوع نتيجة هالموقع لا 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 بس راحت بس منيح منك لسه بتعملي عوامة ما حرمتي تعمليها لا 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 بحب العوامة ولا يمكن اوقف بس بعدها تعلمت انه هي القصة كلها عبارة عن انه انت تحركيها تطلعي منها الهواء وتخمريها كتير منيح طيب هلأ اللي بدنا نحط عليها الشوكولاتة ما في داعي نحط عليها قطر اوكي يعني زي اللي انا هلا بدي اطلحهم ما بدي احط عليهم قطر تمام بتحطوا عليهم شوكولاتة بس انا السراحة طعم الحلاوة لاني حاطة هيل وحاطة الفة بتجنن بطلع طعمها فلازم تستخدموا حلاوة الكسيح الطارية اللي حقها دينارين موجودة بكل مكان لا الناس اللي ما بيحبوا الشوكولاتة في منها كمان على طعم الفانيلا فانتو بتقدروا انكم اجيبوا الحلاوة الطارية بنكهة الفانيلا وتحطوها على الوجه اذا ما بدكم الشوكولاتة مية بالمية هاي هادولا هاي يتلعوا بي اسمعوا شوفوا كيف صوتهم قديش كرنشي لانه فيهم نشا هلأ باخد واحدة بورجيكم اياها من جوا كيف بس بتظلكم تقلبوا عشان ما ينحرقوا بدي الحلاوة طب هلأ في عنا عم تسأل لارا عم بتقول انه ليش انا معاي بلزقوا ببعض ليش بلزقوا ببعض ممكن المقلاي صغيرة وعفكرة زيت لازم يكون حامي وحاولي لما تبلشوا تقلوا وطوا النار عشان ما ينحرقوا الجزء ويضلوا جزء تمام وما تحطوا كمية زيادة يعني انا حطيت على مقدار الطنجرة الموجودة عندي وقلوا مش بمقلاي خليها الطنجرة غميئة عن جد رح توفروا شوية زيت في هاي الطريقة وكمان رح ياخدوا شكل كتير حلو انهم بس هيك ظلهم جنب بعض بياخدوا شكل حلو عندي القطر زي ما حكينا حط عليه هيل وإرفة ارجيكم هلأ ما أحلاهم طلعوا بجنب نكهتي خوفت دانا تحسدني قال ما يطلع مدورينه حلوين لا حرام لا بس نزع معك هاي شايفين ما أحلاهم بس ناخدهم اذا بنحط عليهم زي ما انا عملت حلاوة خلاص ما في داعي ما منحطهم بالقطر اوكي منحطهم بالقطر قلتلكم تحطوا بالقطر هيل وزعفران حلو تمام القطر بارد تماما 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 والعوامل منطلعها من الزيت على القطر تقولولي منحطها نقلل زيت نصفي لا 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 انتي صحية هذا شكرا لا 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 انتي بتصفيها حرة انتي اما أنا ما بصفي دغري لا أنا بصفيها بصراحة هذا انتي أنا في اشياء زي البيتنجان زي العوامل زي كربيج حلب زي هادول اشياء زي ما كانت ما كانت بتسأزيت ما بتعزب العين طيب شوفي ما احنا خلي اشكرهم اياهم هون عشان نفطيهم كمان بصح شكرا 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 شكرا